السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعيننا يارب دايما تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنشوف خناء جمدة جدا بين الفنانة إلهام شهين وبوسي شلبي والفنانة غادة إبراهيم حيث ان تم منع الفنانة غادة إبراهيم من ركوب الأوتوبيس الخاص بنقل الفنانات إلى الأسكندرية في جنازة الفنان سامير صبري هنشوف تفاصيل الخبر وليه منعوها ورد فعل الفنانة إلهام شهين بعد شتم الفنانة غادة إبراهيم لها هي والفنانة أو الإعلامية بوسي شلبي هنشوف تفاصيل الخبر بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان كل جديد يوصل لنا حرصت الفنانة إلهام شهين بالتعليق على هجوم الفنانة غادة إبراهيم عليها وعلى الإعلامية بوسي شلبي واتهمهم بمنعها من ركوب الأوتوبيس المخصص لنكل المشيعين من جنازة الفنان سامير صبري بمسجد الشرطة بالشيخ زايد إلى محافظة الأسكندرية فنانة إلهام شهين قالت أنا معرفهاش وما رحتش اسكندرية ولا ركبت أوتوبيسات ونفت إلهام شهين في تصريحات خاصة حديث غادة إبراهيم قائلة من دي أصلا أنا معرفهاش وما عرفش حد اسمه غادة إبراهيم ولا أعرف شكلها إيه وبتشتغل إيه أنا أصلا ما رحتش اسكندرية ولا ركبت أوتوبيسات أنا خلصت صلاة الجنازة ومشيت أنا وليلة علوي وإحنا هنا في القاهرة وجاء هجوم غادة إبراهيم عقب صلاة الجنازة على الفنان الراحل سامير صبر اليوم بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زيد قائلة حزبي الله ونعم الوكيل فيهم منهم لله ليه يمنعوني أودع صديق لي أنا جاي الجنازة صيمة وفتحت الفنانة غادة إبراهيم النار على إلهام شهين وهجمتها قائلة أنت ما تعرفيش ربنا حزبي الله ونعم الوكيل أنت ما تعرفيش يعني إيه حرم تميت وقالت للإعلامية بوسي شلبي دي واحدة جهلة لا تعرف يعني إيه جامع ولا تعرف يعني إيه حرم تموت ويذكر أن عدد كبير من نجوم الوسط الفني حرصوا على حضور صلاة الجنازة على الفنان الراحل سامير صبر من بينهم إلهام شهين وصيف عبده وليلة علوي وبوسي شلبي واحمد السق ووفاء عامر ودنيها سامير غانم وزوجها الإعلام رامي وردوان ومناء على تصريحات الفنانة غادة إبراهيم وشتمها لفنانة إلهام شهين وبوسي شلبي فقرر نقيب المهنة التمثيلية دكتور أشرف زكي إقافها عن العمل وعدم ممارسة أو مزولة مهنة الفن مرة أخرى وذلك لهجومها على زميلتها وسببهم أثناء تشييع جسمان الفنان الراحل سامير صبري بكده يكون فيديو النهاردة خلص انتظرونا في فيديو ترجمة نانسي قنقر